نفذ الثوار هجوما مضادا على نقاط النظام في المناطق التي خسرها وسط وشرق مدينة حلب واستعادوا أجزاء منها خلال معارك عنيفة مع قوات النظام والميليشيات المساندة له والتي تقدمت قبل أيام في عدة أحياء في حين تواصلت الغارات الروسية المكثفة على الأحياء في المدينة فصائل الثوار استعادت أجزاء من حي الميسر بالجزء الشرقي من حلب بعد هجوم معاكس وكانت قد استعادت قبل ذلك جل ما خسرته في حي الشيخ سعيد جنوب شرق المدينة وصدت أمس هجوما في محيط قرية عزيزة الواقعة جنوب حلب ونقلت مصادر عسكرية أن الاشتباكات مستمرة في حيي كرم الطحان وكرم الطراب وهما منطقتان تقعان ضمن نطاق حي الميسر الذي لم يسقط بالكامل وأن القوات المهاجمة تسعى للتقدم نحو حي قضي عسكر ثم قلعة حلب انطلاقا من الأحياء التي وقعت بقبضتها حديثا قوات النظام كانت قد تقدمت الليلة الماضية بعد السيطرة على حي الميسر وكرم الطحان وأجزاء من حي القاطرجي وتكون قوات النظام بهذا التقدم تقترب من جهة الشرق من قلعة حلب التي يوجد فيها عناصرها إضافة إلى تضييق الخناق على الثوار اشتركوا في القناة